موسيقى وإلى تفاصيل هذه نشرة عزيزي المشاهدين نبدأها من أذربيجان حيث ألقى سامح شكر وزير الخارجية كلمة مصر في القمة الثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات العضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو تضمنت موقف مصر من أزمات الشرق الأوسط وهي دعم الدولة الوطنية وضرورة التصدي لأي مساعد لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها وتطرق شكري إلى الأوضاع في سوريا مؤكدا أن سوريا تتعرض لعدوان لاحتلال أراضيها كما أكد شكري أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها لتحليل أوفا ينضم إلينا في الستوديو سيادة العميد سامير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية أهلا وسهلا بك سيادة العميد أهلا هاجل أهلا بك يمكن حركة عدم الانحياز منذ تأسسها من الحرب البريداني تقريبا من 25 سنة تقريبا أو أكثر من ذلك من 1961 1961 كان هدفها الحقيقي هي تصفية المستعمرين والمحتلين النهاردة لما يتكلم وزير الخارجية سامح شكري عن فكرة عودة الاحتلال بوجه القبيح على الأراضي السورية من خلال تركيا ماذا سيضيف لهذا الملف؟ مصر لها رؤية بيرددها دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية المصرية وهي الحقيقة بتتزم بالواقعية والمصدقية والسبات يعني ما بنغيرش موقفنا سواء كان فيما يتعلق ببقاء الدولة الوطنية سواء كان في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو كافة مناطق الصرع حركة عدم الانحياز كانت الهدف الأساسي منها هو كان بيتشكل حلف وارسو وحلف شمال أطلنطي فكان أن هناك دول في قرات متعددة مش في قرات أو تجمع أخليمي واحد تكون ضد وجودها في أحد الأحلاف وتمثل عنصر استقرار ودفاع المصالحها وسط استقطاب العالم في ذلك الوقت للأسف الشديد ما بعد الحرب البردة وغياب حلف وارسو ووجود قطبة أوحد للعالم تراجع دور الحقيقة منظمة عدم الانحياز واللي كان عبد الناصر طبعا من أحد مؤسسين مؤسسين صحيح فبالتالي أصبحت منصة يتقابلوا وعرضوا وجهة نظر فمصر بتستفيد من وجودها بتعرض وجهة نظرها حول القضايا المفروض عادة من الانحياز المهتمة بيها لكن أعتقد أن مطلوب إما تجمع آخر أو إحياء لكن وجود صوته مصري يعزز القضايا السورية في ممبر هم في ممبر مهم في أعتقد 25 دولة أعتقد شيء له أصداء تصبح ألمين لكن أنا أعتقد أنه يعني حتى يعني ما هواش حتى ما حصلش أنه يبقى زي مؤتمر ميونخ للأمن يعني مطلوب تسويق لهذا الحدث أو هذا التجمع أو يكون هناك بداية أخرى إقليمية أو من نفس المستوى من الدول يكون لها صوت يعود غياب صوت اللي هو مش أمريكي يعني دلوقتي فيه صوت أمريكي والباقي ما له الصوت يعني تنضم لها مثلا دول ضخمة روسيا مثلا ينضم لها من بقايا ورسو فيبقى هناك يعني تجمع يشبه الحلف ولكن يرغب في تحقيق نعمل اتزان مع سياسة القائد الأوحد اللي بتنتاج أمريكا أنا ننتقل من حدث